موسيقى يجيو حاز الاجتماع التنويري الذي يقده نادي روتراء الدولي بحدف توضيع إنجازات النادي ودعمه المتواصل لمكافهة الشلل للأطفال ويأتي حاز الاجتماع مع مناسبة اليوم العالمي لمكافهة الشلل الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر وخلال حاز المناسبة ركز جميع الأطراف المشاركة في محاربة المرض كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة إنساف أشادوا بجهود البلال لمحاربة حاز الدا والقضاء عليه وأكدوا على أن حاز المرض يستوطن الآن في سلاسة دول في العالم وهي باكستان وأفغانستان ونيجيريا وهناك أكثر من 16 مليون شخص يسيرون على أقدامهم نظرا لمكافهته مشيرا إلى أنه يقام سنويا أكثر من 20 مليون متطوي بعطاء لقاحات ضد الشلل وغيره من العدوية المنقذة للأرواح وعلى حمية هذا الاجتماع أوضح الرئيس الدوري للنادي أن أحداف الاجتماع قافزات السياق نظم النادي مباراة ودية للمعاقين جسديا في كرة الطائرة والتي جمعت بين فريق سلساوو مع نظره فريق اللجنة الدولي للصليب الأحمر في الشوط الأول من المباراة تقدم فيه فريق سلساوو على نظره أما في الشوط الثاني كانت المباراة لا صفيه ساق إلا أن فريق سلساوو فاز على فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي نحاية المناسبة قدم الرئيس السابق للنادي دكتور فوندب سيديكي ظرفا ماليا لكل الفريقين اللجنة شارك في المباراة اشتركوا في القناة